متقيمكم لمنتخب مصر مبارح قدام نجاريا والهزيمة مع الرقفة بهدف مقابل لشيء بص قبل ما نتكلم في حاجة احنا كنا أنا وفاروق قبل ما نطلع هوا نتكلم في أن كل أسباب الهزيمة فاروق قال جملة أن قتلت بحثا عن الأسباب وكلنا متفقين أن الأسباب دي كلها بسبب تأليف واضح يعني تأليف واضح في طريقة اللعب في التشكيل في تمركزات اللعيبة في تغييرات البودلة اللي نزلوا مش هنتكلم كتير في الروح والعزيمة والإصرار والجرين تالعاد المتخب ما كانتش موجودة مبارح بس أنا مش هقدر أهاجم لاعب أو أنتقد لاعب لأن في النهاية النظام نفسه كان غلط ما كانش فيه نظام أصلا يعني شانقول غلط أو هم كانش فيه نظام نحن كناش فيه من هو الرجل عايز يعمل إيه؟ بالزبط إيه الفكرة اللي عنده؟ يعني إيه الفكرة اللي بيحاولوا يطبقها في الملعب يعني خلينا نبتدي بسلا بحطة إيه؟ بحطة مصطفى محمد كوينج رايت ومحمد صلاح كمهاجم بتشوفها إزاي؟ بتشوفها إزاي؟ أديلك وترس هتكلم فيها دلوقتي معاك إن أنا أساساً في مصر حالياً فيه فقر في المهاجمين يعني أنا ما عنديش في مصر يعني مع احترامي اللعيبة اللي بتلعف في مركز تسعة بس مصطفى محمد ومحمد شريف ومصطفى محمد راجل بيتقلق مع عجلات السراي ورس ماله في الحياة إن هو هدر كويس جوة صندوق أنا لعبه جناح يعني أنا بتنشأ على مهاجم وبحاول أحافظ عليه وحاوط عليه أهم لعبه جناح محمد صلاح أحسن لاعب في العالم لإنه جناح أهم لعبه مهاجم وبعدين أنا بعتمد على أن محمد صلاح بيختارك العمق والكلام ده مع ليفربول لإن ليفربول أصلاً بيعتمد بشكل كبير على الضغط العالي إنه بيلعب إن اللعيبة ما بتكونش في أماكنها الخصم وبيحاول يوتر الخصم وبيحاول يبرجلهم بالتحركات دي لكن أنا مش هبدأ وأنا أصلاً بلعب بدفاع يعني بدفاع وراء الكورة وهلعب محمد صلاح مهاجم يبقى في قلب المدافعين في الأجسام دي كله محمد صلاح مش قادر يتحرك فأنا بصراحة دي النقطة لأنا أكتر نقطة لكلنا تكلمنا فيها بجانب طبعاً محمود حسن تريزي جين واحد ما بلعبش بقاله 8 شهور هيجي بلعبه في مركز غير مركزه ما بلعبش من 2012 تقريباً نصف ملعب من ساعة ماتش أهلي وزمالك في 2012 لما تصعد في أفريقيا بس تعالي نشوف انت نهيت الماتش إزاي انت نهيته انت عندك حوالي 5 أو 6 لعيبة ما بتلعبش في مركزها يعني حتى تغييراتك 5 أو 6 لعيبة ما بتلعبش في مركزها لا هو الكرسة كمان بخلاف الحتة دي وحب